كشف الناخب الوطني السابق ربح ماجر بأنه كان يستهدف التتويج بيكاني الكاميرون لو بقي مدربا للخضر مضيفا بأن الهزيمة ضد البرتغال كانت منعرج مسيرته مع المتخب الوطني كما أكد ماجر بأن الوضعية صعبة للخضر حاليا يعود سبب فيها إلى استراتيجية الاتحادية السابقة برئاسة محمد روروة مضيفا لموقع كورا بأنه مرتاح حاليا ويقضي فترة راحته مع عائلته قبل أن يفكر في مستقبله